تحرص مملكة البحرين على مبادئ احترام حقوق الإنسان ومنها حقوق العمال وذلك انطلاقا من قيمها وموروثها الاجتماعي والثقافي الأصيل ودستورها ومنظومتها التشريعية التي تنهض بحقوق العمال وحمايتها باعتبارها أولوية وطنية ويأتي قرار مجلس الأزراء بتمديد فترة حضر العمل وقت الظاهير إلى ثلاثة أشهر بدءا من العام المقبل بهدف توفير بيئة عمل آمنة تستجيب لأفضل ممارسات واشتراطات الصحة والسلامة في ظل جهود مملكة البحرين لتعزيز السلامة وصحة المهنية وتطبيق أفضل الممارسة في بيئة العمل وفق معايير العمل الدولية سهم قرار حضر العمل في فترة الظاهرة خلال السنوات الماضية في الحد من مخاطر إصابات العمل محققا أتائج إيجابية على صعيد المحافظة على صحة وسلامة العمال وتعزيز مستويات الإنتاجية ويأتي قرار مجلس الوزراء بتمديد فترة حضر العمل وقت الظاهرة إلى ثلاثة أشهر بدءا من العام المقبل لتوفير منظومة حماية ورعاية لجميع العمال دون استثناء إذ يحمل القرار في طياته الماضامين الإنسانية العالية ويسهم في توفير بيئة عمل آمنة تضمن سلامة وحماية العمال وتأمين سلامتهم من أقطار الإجهاد الحراري وضربات الشمس ومختلف أمراض الصيف والحد من الحوارث المهنية خلال هذه الفترة من العام والتي تشهد ارتفاعا ملحوظا في معدلات درجات الحرارة ونسب الرطوبة ويأتي هذا القرار السنوي في إطار التزام مملكة البحرين بتطبيق مبادئ حقوق العمال خاصة حق العمال في توفير بيئة العمل الآمنة والصحية وفق معايير العمل الدولية علاوة على مساهمته خلال السنوات الماضية في الحد من مخاطر إصابات العمل فضلا عن أن القرار من شأنه زيارة الإنتاجية عبر إعادة جدولة ساعات العمل طول فترة سريان هذا القرار ترجمة نانسي قنقر